موسيقى رئيس السيسي يؤكد مكانة الاتحاد الأوروبي ومؤسساتي في إطار السياسة المصرية المرتكزة على الاحترام والتعاون المشارك رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة النافذة الواحدة والتسجيل المسبق للشحنات ويؤكد أنها تساهم في حوكمة الإجراءات وتبسيطها لفروف يشارك بالحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا في الرياض الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحادة الأوروبية ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشارك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي مفاوضة الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي لسياسة الجوار والتوسع وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية أو التنموية وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات الطاقة والغذاء من جانبه ثمن مفاوض الاتحاد الأوروبي العلاقات التاريخية المتميزة مع مصر مؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وطعميق شراكة التقليدية مع القاهرة بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة الرئيس السيسي وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور سون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضية وسبل التنصيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار وبشأن القضية الليبية أكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم التوافق على أهمية الإصراع في مصاري عقد الانتخابات حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلامة أما فيما يتعلق بمجال مكفحة الهجرة غير الشرعية فقد أشاد المفاوض الأوروبي بجهود مصر في هذا المجال وأكد تقدير الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وبشأن قضية سد النهضة أكد رئيس السيسي للمفاوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشادداً على الموقف المصري الثابت في التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الزل في هذا الشأن عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع مفاوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع في القاهرة وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة والبناء على التعاون المثمر والبناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية التطبيق الكامل لمنظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات وذلك بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير والتيسير على مجتمع الأعمال جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجستية بما يضمن تكامل مشروع التحول الرقمي التي تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي يواكب العصر في سياق متصل استعرض الاجتماع موقف إنشاء سبعة معاملة مركزية والتي ستكون جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة بدل أقصى الجهود لتوفير الأراضي الجاهزة لإقامة محطات لتحلية المياه البحر حيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2 مليون متر مكعب يومياً وذلك استعداداً لطرحها على شركات القطاع الخاص وشدد مدبولي في هذا الإطار خلال اجتماعه لمتابعة موقف الأراضي المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر شدد مدبولي على أهمية جاهزية هذه الأراضي دون أي معوقات وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة أولى على طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات ملغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 45 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 620 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتهم الكريملين واشنطن بإشعال الأزمة بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أمريكية إلى كيف وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن الولايات المتحدة متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندين أوكرانية وأوضح بيسكوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ستضرر بسوق الطاقة العالمية مشيرا إلى أن موسكو يمكنها تغيير مصار الصادرات للحد من خسائرها قالت روسيا إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وهذا خائر سيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة وصرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريبغوف بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي وقد أوضح في هذا الإطار بأن هذه المساعدات تضر العلاقات بين الدولتين وأكد في هذا الإطار نائب وزير الخارجية أن هذه المساعدات تشكل تهديد سلبي وأشار إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكراني أكد رئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي أن قواتي أحرز تقدما ملحوظا أمام القوات الروسية في مدينة خيروسون بالقرب من شبه جزيرة القرم وقال زلانسكي أن القوات الأوكرانية تتقدمون في أجزاء من مدينة خاركيف شرقي العاصمة كييف مشيرا إلى أن تلك القوات تتصدى لضغوط تمارسها القوات الروسية في ساحات الصدام الرئيسية في الوقت نفسها أكد رئيس الأوكراني أن جيش بلاده يخسر ما بين 60 و100 جندي يوميا في القتال الدائر مع القوات الروسية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تقتربت أكثر من وسط مدينة سفردانسك الشرق أوكرانيا وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية ربما تضم مقاتلين من الشيشان قد سيطرت حتى الآن على أكثر من نصف المدينة من جنيب أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايدي أعلن أن القوات الروسية تعزز من مواقعها وسط مدينة سيفردانسك مشيرا إلى أن القوات الروسية ستقوم بهجمات أيضا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في البدينة الاستراتيجية أكملت روسيا اختبار ساروخ روزة وتفوق سرعة هذا الصاروخ سرعة الصوت وهو من طراز تسيرقون وأوضح قائد الأسطول الشمالي الروسي ألكزاندر الموسيف أن فرقاطة الأميرال جلوكوفو ستصبح أول فرقاطة مسلحة بشكل دائم بصواريخ سيرقون والذي سيتم نشره قبل نهاية العام على فرقاطة جديدة بأسطولها الشمالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قررت الولايات المتحدة إرسال قاذفات صواريخ متطورة لأوكرانيا وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كتب أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني بأنظمة صاروخية تمكنهم من أصابة الأهداف الأساسية بشكل أكثر دقة في ميدان المعركة في حين شدد الاتحاد الأوروبي الطوق الاقتصادية مع فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو تنس خصوصا على حظر على النفط الروسي تتقدم واشنطن على صعيد الدعم العسكري الولايات المتحدة قررت إرسال قاذفات صواريخ متطورة لأوكرانيا لتثبيت أقدامها شرق البلاد حيث كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أنها ستزود الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطورا وذخائر مما سيتيح للقوات الأوكرانية من أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافا أساسية في ميدان المعركة ولم يوضح الرئيس الأمريكي عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الأمر يتعلق براجمات صواريخ من طرازه مارس والتي يصل مداها لثمانين كيلو متر فقط على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلو مترات ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا تحرص واشنطن على تزويد كييف بصواريخ قصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافا داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية حيث أوضح البيت الأبيض أن هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسية على الأراضي الأوكرانية لكنها لن تستخدم ضد الأراضي الروسية أعلن المستشار الألماني أولف شالتز أن ألمانيا ستقدم أنظمة إيرباستيه الحديث لدفاع الجوي إلى أوكرانيا وقال جاوز في خطابه أمام البرلمان الألماني بانستاج أنه بمساعدة هذه الأنظمة ستكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بحماية مدينة رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية وأضاف جاوز أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوتر ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية وأكد المستشار الألماني أن برلين سترسل قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة موضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استهداف الأراضي الروسية أعلنت بولندا أنها استقبلت حتى الآن ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن نحو 22 ألف وخمسمائة لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة الماضية مقابل 20 ألف وثمانمائة لاجئ باليوم السابق عليه يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى تعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف أن الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد مرور ما يقرب من 100 يوم منذ اندلاعها أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال بنطاق وسرعة لم نشهدهما منذ الحرب العالمية الثانية وأفادت المنظمة الأممية وفقا لبيان لها بأن هناك ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون طفل في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية مشيرة إلى أن حوالي طفلين من بين كل ثلاثة أطفال نزحوا بسبب القتال أوضحت اليونساف أن 262 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 415 منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز قالت أنها قطعت الإمدادات عن شركة أورستاد الدينمركية وشركة تشيل إينارجي بموجب عقدها لتزويد ألمانيا بالغاز بعد عدم سداد الشركتين للمدفوعات بالروبل الروسي وأوقفت جازبروم بالفعل الإمدادات إلى شركة تجارة الغاز الهولندية جاستيرا وكذلك إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا بعد رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي كما طلبت موسكو ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية بأوكرانيا وقالت شركات ألمانية وإيطالية وفرنسية إنها ستشارك في خطة السداد الروسية لضمان الحفاظ على الإمدادات قال وزير الخارجية الدنماركي جي بي كوفاد إن الحكومة ستطلب دعم البرلمان اليوم بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو هذا ومن المقرر أن تقرر دنمارك أيضا اليوم ما إذا كانت ستنضم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي وقد قررت السويد وفنلندا في هذا الشهر التقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلنطي وتعهدت كل من الدنمارك وألمانيا بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة يونانية بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الثروة الحيوانية في صياق معالجة تدعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك بموجب إطار لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفاوضية قالت إن هذا المخطط والذي تبلغ قيمة 50 مليون يورو سيمكن اليونان من دعم مرب الماشية المتضررين من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن أزمة أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جاناتيلان بأخطاء في تقييماتها السابقة للتضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا قالت جاناتيلان إنها لا تتوقع أن يصبح التضخم مشكلة مضيفة أنها قللت من شأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد من عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلسلة التوريد الدولية ومع ذلك ارتفعت أسعار المستهلكين في أبريل الماضي بنسبة 8.3% مقارنة من الشهر نفسه من العام الماضي حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ومن أن النقص في أشباه المواصلات قد يستمر لفترة طويلة وحذرت ريموندو من أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 ليشهد الجميع تحسنا حقيقيا النقص في أشباه المواصلات أزمة أخرى تواجهها الولايات المتحدة حيث خرجت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لتحذر من أن هذا النقص قد يستمر لفترة طويلة مشيرة إلى أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 ليشهد الجميع تحسنا حقيقيا ووفقا لجينا ريموندو فأن رؤساء الشركات يتهمون الكونغرس بالتأخر في تمرير تشريعا لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بينما كل الدول الأخرى لديها إعانات على الطاولة الخبراء يرون أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة فيمكن لشركات عالمية لانتقال لبناء مصنع في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة ما دفع وزيرة التجارة الأمريكية دعوة نواب الكونغرس للتوصل إلى التفاق وارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية أثناء جائحة كورونا ما تسبب في حدوث نقص تفاقم حاليا بسبب إغلاق المصنع في الصين جراء عودة ظهور إصابات الفيروس أشباه الموصلات موجودة بقوة في الحياة اليومية وتصنع أساسا في أسيا وهي ضرورية لإنتاج سيارات والهواتف الذكية أو حتى المعدات الطبية أكد بنكو إسبانيا أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماشن من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية وأشار البنكو أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد انكماشا بنسبة 17% للمزيد من المتابعة في سياق التقرير التالي بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل بخفض الواردات من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري حذر بنكو إسبانيا من أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماشن من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية دراسة جديدة أصدرها بنكو إسبانيا أن إجمال الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة تتراوح من 2.5% إلى 4.2% بوجه عام إذا توقفت أوروبا عن شراء كافة منتجات الطاقة من روسيا وأوضح البنكو أنه تم في الدراسة استطلاع آراء 18 من المحللين الاقتصاديين وأن الدراسة أظهرت أن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي سيتزايد من جراء إذلك بنسبة تتراوح من 1.6% إلى 2.7% وأشار المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن الدراسة أظهرت أن الاقتصاد الروسي سيشهد انكماشا بنسبة 7.6% وأن معدل التضخم في روسيا سيتضاعف تقريبا خلال العام الحالي ليصل إلى 16.4% هذا وأكد البنك المركزي الأوروبي أن بيانات التضخم الأخيرة ستلقي بمزيد من الضغوط على البنك للتشدد قليلا إزاء السياسات النقدية غير المقيدة التي يتبنها مشيرا إلى أن هذا الارتفاع التضخمي قد يدفع البنك إلى زيادة أسعار الفائدة المصرفية بنسبة وصفها بالجريئة في اجتماعه المقارر الأسبوع المقبل في أمستردام حيث ارتفع مستوى التضخم وغلاء المعيشة في منطقة الدول الاتحاد الأوروبي مسجلا رقما قياسيا هو 8.1% بنهاية شهر مايو الجاري مقارنة بشهر مايو 2021 مشاهدينا ننتقل الآن إلى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسية وزير الخارجية الروسي وليتجأ بعد المترجم للقناة تبعنا جانبنا من مؤتمر مجلس التعاون وزارة الخارجية دول مجلس التعاون الخالجي بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف سجلت سريلانكا التي تواجه أزمة وأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها معدل تضخم غير مسبوك في مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي وبحسب أرقام رسمية فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو بنسبة تسعة وثلاثين واحد من عشر في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي مقابل ارتفاع بنسبة تسعة وعشرين وثمانية من عشر في المائة في إبريل الماضي كما بلغ تضخم أسعار المواد الغدائية في كولومبو سبعة وخمسين وأربعة من عشر في المائة في مايو الماضي مقابل ستة وأربعين وستة من عشر في المائة في إبريل للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادية دكتور خالد الشافي دكتور خالد في البداية كل دول العالم في الوقت الراهن تعاني من أزمة التضخم خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بما تفسر ارتفاع معدلات التضخم العالمية وهل ستستمر أم ستحجمها البنوك المركزية العالمية؟ في البداية أمسا بخير لحضرتكم أهلا بخير أستاذ مشاهدين في المكان معدلات التضخم في الزياد مستمر طالما الحرب مستمرة طالما ارتفاع أسعار النفط والطاقة ما زال يتصاعد يوما بعد يوم في مزيد من الارتفاعات لأسعار الأسعار البترول والغاز وبالتالي أسعار كل المنتجات مرتبطة بالبترول والغاز وبالتالي أسعار رنك ارتفاع مستمر بالإضافة إلى أسعار الجزاء التي أصبحت تلهب وتعمل على مزيد من ارتفاعها يعمل على مزيد من ارتفاع التضخم حول العالم عدم وجود سلع أساسية كثيرة النهاردة أصبح مصدر قلق لكل دول كثيرة في العالم سواء ألمانيا سواء ديرتانيا سواء في أمريكا نفسها أعتقد أن البنوك المركزية برغم رفع الفائدة في الفيدرال الأمريكي نصف المئة ثم نصف المئة وتلاها بنوك مركزية كثيرة إلا أن هذا الرقع لم يأتي بسمار في مجابات التضخم الذي يحدث حول العالم دكتور خالد في ظل ما اتخذته البنوك المركزية العالمية من وقف وحجب أو تحجيم لأسعار الفائدة أو تثبيتها كيف ترى انكماش الاقتصاد الأوروبي حال التخلي عن النفط الروسي بحسب التقديرات من بنك أسبانيا وبعض البنوك الأخرى العالمية أولا انكماش برغم عدم اعتماد أو اتجاه داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاب مصادر بتيلة للطاقة والبترول والغاز على وجه التحديد دون الاعتماد على البترول والغاز الروسي إلا أن في مخاطرة في مزيد من الأسعار إلا أن في معدلات مازال معدلات النمو منقفضة في انكماش لدول كثيرة في معدلات النمو لأن تدعيات الحرب تأثيرات سلبية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي ككل دول اتحاد الأوروبا لأن النهاردة لا يتستطيع أي أحد أن يتنبأ بما هي الخطوات القادمة لأذي الحرب هل الحرب تنتهي؟ هل الحرب ستمتد إلى أطلاف أخرى؟ والكل خاسر من هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة كل دية معصار أعتقد أنه بيأثر على الابتصاب بشكل كامل وهذا ما لا نتمنى شكرا جزيلا ضيفي الكريم الخبيل الاقتصادية دكتور خالد الشافعي شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نستكمل هذه النشرة وفيها تسلمت ألبانيا اليوم الرئاسة الدولية لمجلس الأمن الدولي خلفا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمرة الأولى في تاريخ ألبانيا على صعيد متصل التقى مبعوث ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوغا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش لتقديم برنامج وأولويات بلاده خلال رئاسة مجلس الأمن طرحت منظمة صحة العالمية رشدة علاجية لاحتواء ومحاصرة جدر القردة لوقف انتقال العدوى إلى أقصى حد ممكن وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في روبا هانزي كلوج ضرورة العمل لسيطرة على التطور السريع للوضع بشكل سريع موضحا أن رشدة تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات أولها إشراق المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدني بنشاط كبير لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض لافتا إلى ضرورة إلزام المرضى بالعزل الكامل خلال الفترة المعدية لمرضهم والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات وتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما وذلك مع اتخاذ كافة التدابير الطبية المتاحة حالية بصورة عادلة ومنصفة استنادا إلى مستوى الخطر ومدى توافر التدخل ومدى ملاءمته اشتركوا في القناة مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هاتفيا من باريس الدكتور رياض عربي درقاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة يعني بعد التحية إلى أي مدى يمكن أن تحد الرشتة العلاجية التي طرحتها منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرادة مرحبا شكرا للمشاهدة لكم في الحقيقة الخطوات المقترحة من قبل منصحة العالمية هي خطوات جيدة جدا الصعوبة في الموضوع هو تطبيق هذه الخطوات بشكل جيد بما أن المرض الذي نتحدث عنه إذا كان نتحدث عن جبر القرود أو القرودة هو ينتقل من شخص إلى آخر حاليا وبالأصل هو كان ينتقل من حيوان إلى إنسان فالفكرة الأساسية هو أن الإنسان يكون قريب من الحيوانات يجب أن ينتبه يجب أن يزور أي أعراض عنده أن يتوجه للطبيب أن يعد نفسه قليلا عن بقية الأفراد في هذه الحالة طبعا جدري القرودة ليس شديد العدوى يكفي العسل البسيط يعني ليس العسلا كاملا لكن لا يحتل تماث مباشر مع الأشخاص الذين حول المريض وبالإضافة إلى أن نبلغ السلطات تنظر إلى الطبيب ويرى الطبيب بعد يعني طبعا هنا صعوبة قليلا بالموضوع هي أن الحضانة طويلة الأمد فيجب الانتظار حتى يتم التأكد من التشخيط وفي هذه الحالة أيضا يعني المحتفلية المتصفات والأطباء والمرضى والممرضات الذين يمكن أن يتم التوجه إليهم أو سؤالهم أو حتى الثياظلة يعني لما يذهب الإنسان إلى الصيدلية فيجب الصيدلية يجب أن يعطي أيضا استشارة من عنده وتوجيه وتوعية للمريض للانتباه وعدم الاختلاص بمرضى آخرين ذات ما يتبين ما هو المرض يعني تماما لأن البداية كما قلنا يعني هي كأنها نزلة وافدة أو الإنفلونزا في البداية يعني نعم هذه الخطوط العريبة التي أشار إليها هي جيدة جدا المهم أن تطبيق العملي وتطبيق العملي يعتمد علينا جميعا يعتمد على منظمة مستمع المدينة كما قال يعتمد على المستطفات والأطباء ووزارة الصحة وكل من استطيع تعمين عليه يعني أن ننسل له الأذكار والتوفيات الصحية بهذا الموضوع بالإضافة إلى أن السلطات يجب أن تعزل أو بالأحرى يعني تعامل خطة أين يوجد المرض بالضبط وفي هذه المنطقة يتم التركيز عليها بما أنه عدد الحالات مزال قليلا قبل أن يتم يعني زيادة في عدد الحالات بحيث أننا نفقد السيطرة قبل ذلك إذا طبقنا كل هذه الخطوات فهي خطوات جيدة يبدي لأي الشخصية نعم يعني مع إعلان مئات الإصابات بجدري القردة كل يوم هل يمكن أن يتحول هذا المرض إلى وباء؟ لا أعتقد وباء كما عاهدنا سابقا كوباء الجريب الذي يأتي أو الإنفلونزا الذي يأتي كل سنة أو وباء الكوفيد الذي تساطعش الذي داهمنا منذ سنتين من الأسكار المستدين الآن لن يستطيع أن يبلغ هذا المرض هذا المستوى من ثلاث الانتشار والقوة وعدد الوفيات أيضا لكنه يبقى مرضا مزعجا يعني في الحقيقة لأنه من الممكن أن ينتقل يعني لماذا المثليين جنسيين تم يعني عندهم أصبح أكثر المرض لأن هناك مخالطة قد تكون يعني في المناطق التنافلي مثلا فيظهر في هذه المناطق لا نقول أنه مرض يعني يحصل بالانتقال الجنسي ولكنه حتى هذه اللحظة بما أن الأخشية المخاطية هي التي تنقصه أيضا إن كانت عن طريق الفم أو العين أو الأنف والمنطقة التنافلي فهذا يجب أن يكون حافظا لنا على استباع كل الإجراءات الاحتراثية بالنسبة لهذه المناطق هذه شكرا للتوضيح نعم كان معنا هاتفيا من باريس دكتور رياض عربي درقاوي الطبيب المتخصص في الطب المغبري والمناعة شكرا جزيلا رفعت اليابان الحد الأقصى للوفدين يوميا إلى البلاد من الخارج إلى 20 ألف شخص واستمرارها في تخفيف ضوابطها على الحدود لتصدي لجائحة فيروس كورونا وأوضحت الحكومة اليابانية أنها قررت أيضا إعفاء الوفدين من ضرورة العزل والخضوع لاختبارات كورونا من 98 دولة ومنطقة حول العالم يأتي تخفيف القيود في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى تبسيط متطلبات الدخول للزوار الأجانب لتحدو حذو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى بعد تعرضها لانتقادات في الداخل والخارج بسبب ضوابطها الصارمة على الحدود ألغت الحكومة اليونانية للمرة الأولى منذ عامين تقريبا إلزامية ارتداء قناعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا باستثناء بعض الأماكن وأوضحت الحكومة اليونانية أنه حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم على الأقل سيكون بمقدور المواطنين اليونانين دخول جميع الأماكن المغلقة دون قناعة دون أن يكونوا عرضة لدفع غرامة مالية كما سيتمكن الطلاب من حضور الفصول الدراسية دون ارتداء الأقنعة بالعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا والذي أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المكان الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات في إطار السياسة المصرية التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشارك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي مفاوضة للتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي لسياسة الجوار والتوسع استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفاوضة للتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر السفير للتحاد الأوروبي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل وتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريكة التجارية الأولى لمصر فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من جانبه آرب مفاوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة السيد الرئيس وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بأبعدها السياسية أو الاقتصادية والتنموية حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشادها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتأكيد الحرص على أهمية استمرار تنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات الطاقة والغذاء كما تم تبادل وجهة النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار كما تم تبحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية الإسرع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد سيد رئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام أضف المتحدث الرسمي أن المفاوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من ستة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس كما تم خلال اللقاء تناول قضية السد النهضة حيث أكد سيد الرئيس للمفاوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشددا سيادته على الموقف المصري السابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها كذلك جرائم بيع السلع منتهية الصلاحية هذا وقد نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية الحاسم للجرائم التموينية المتنوعة بخاصة جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لبايعها بالسوق السوداء فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصف مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 86 طن دقيق وسكر ومكارونة وأرز وزي الطعام مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن سلاسة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والفيوم وضبط قرابة 68 طن زي الطعام ومكارونة وأرز قام صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت الإضارة في ضبط قرابة 24 طن مواد غذائية قام المسؤولان عن محل وشركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والشرقية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروع من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول وضبط قرابة 49 طن حديد وأسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن لتجارة مواد البناء بالشرقية وملك مخزن لتجارة مواد البناء بالقليوبية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط طنين أسميدة زراعية مدعمة محزور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسميدة الزراعية بالبحيرة لبيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصراحية تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 33 طن أسماك وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل ضررا على صحة المواطنين حال ترحيها للبيع والتداول بالأسواق بأربعة مصانع لتعبئة وإنتاج الأسماك بدون ترخيص بالغربية والشرقية وضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية وضبط 30 طن من حطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة تمكنت الإدارة من ضبط 24 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالدقاهلية والشرقية وضبط كرابة 20 طن أسميدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر على الثروة الزراعية حال ترحيها للبيع وذلك بالفيوم والشرقية وتتواصل الحملات الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التمونية ومعها يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني نظمت صحة المينيا قافلة طبية علاجية لأهالي قرية الإدارة بمركز ملوي بمحافظة المينيا وذلك في إطار الاهتمام بمواطن المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجال وأكد منصق القوافل الطبية بالمينيا محمود خليفة أكد على أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبدلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المينيا معنا النهاردة تخصصات يلب وبطنة وأطفال ونسا وخدمات تنظيم أسرة وأسنان وجراحة وأنفوزن وجلدية بالأضافة للمعمل طفاليات، معمل دم، جهاز شاعيك سري، ندوة تسقيق صحي خدمة كشفة بكر عن الضغط والسكر معانا صيدلية بها كل أدوية الموجودة بالتخصصات المذكورة عندي تحويل للمستشفى لاستكمال العلاج أو إجراء فقصات أو عمليات علاقة في الدولة يواصل محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جولاته الميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 770 مشروع بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيها تأتي جولة المحافظ بهدف متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ وتدليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه هذا وأكد المحافظ على أهمية مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات وقع رئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زاكي مذكرة تفاهم مع رئيس التنفيذي للشركة الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة مايكل ستوش لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية وذلك باستثمارات تبلغ أربعة مليارات دولار جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الشركة الألمانية لإنشاء محطة تحويل المخلفات لوقود أخضر في منطقة شرق بورسعيد بطاقة انتاجية تبلغ ثلاثمائة ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بدأت الاجتماعات التحضيرية للدورة السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعدة جلسات حول تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتفق المشاركون في جلسة تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدامة حياة كريمة كنموذج التي تم تنظيمها في إطار الدورة السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والتعاطي مع التغيرات المناخية في إطار مؤسسي مؤكدين أن استضافة ورئاسة مصر لقمة كاب 27 فرصة لإبراز تحديات المناخ بإفريقيا أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر الأحمر تبلغ 112 مليون جنيه هذا وقد أعلن وزير التنمية المحلية عن تسلم المحافظة للمدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى عالم بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضرتكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضرتكم بأهم العنوان الرئيس السيسي يؤكد مكانة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية المرتكزة على الاحترام والتعاون المشارك رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة النافذة الواحدة والتسجيل المسبق للشحنات ويؤكد أنها تساهم في حوكمة الإجراءات وتبسيطها لفراف يشارك بالحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليدي وروسيا بالرياض نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء